وإلى الأراضي المحتلة حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الثامن ما أصفر عنه مقتل 174 فلسطينيا وإصابة قرابة 1270 آخرين منذ بدء العدوان كما غارت طائرات الاحتلال بصاروخ مقبرة الشعف شرق غزة وجددت قصف منازل الفلسطينيين والأراضي الزراعية في غزة ورفح وخان يونس ومناطق وسط القطاع في غضون ذلك ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية أن العملية الإسرائيلية استهدفت المناطق السكانية في غزة وفي مقدمتها منازل أعضاء الجماعات المسلحة لافتن النظر إلى أن عدد المنازل المدمرة بلغت 940 منزلا مما أصفر عنه نزوح 5600 فلسطيني في سياق متصل يعقد وزراء الخارجية العرب مساء اليوم بمقر جامعة الدول العربية اجتماعا طريقا لمناقشة الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وسبل توفير الحماية للشعب الفلسطيني كما التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالك صباح اليوم في القاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وأطلعه على آخر التطورات السياسية والاتصالات التي تجري على مختلف المستويات الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وفي اجتماع المساء من المقرر أن يقدم المالك لنظرائه العرب تقريرا عن آخر مستجدات القاضية الفلسطينية وخاصة بشأن الوضع الحالي بالقطاع في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة ترجمة نانسي قنقر